اشتركوا في القناة في كل فيديوهات راح تكون موجودة في كل الابراج راح اكون وضعها في كل الابراج في كل بداية التوقعات لاني بشرح فيها اشياء خصوصا في اشخاص بيجوا بيسمعوا بسبرجهم لحالهم فما بقدر اضل اعيد نفس الكلام فبسجل المقدمة هاي بحطها انا في المقدمات اول اشي انا بعمل مقدمة بعمل الجزء الثاني بكون منها اللي هي حركة الكواكب وتنقل القمر والزوايا وخلو المسار وتأثيرات الكواكب الكاملة اللي بتأثر عليك بالفترة هاي ايجابيتها ونحوسيتها ممكن ما تتوافق معك ممكن انت تتشائم من اللي انا بحكيه ممكن اكون قاسي في بعض الكلمات ما رح اجاملك لاني انا بعطيه الاشي اللي انا بشوفه صحيح ما هذا رأيي انتي ما حبك رأيي ما حبك اسلوبي عادي بتنزل بتعملي ديسلايك بتسب علي وبكومنت وبتسحب حالك وبتطلع من القناة وترجع لهاش مرة ثانية اذا حبك الاسلوب هاد وعجبك الاسلوب هاد بديش تحط لي لايك بديش تحط لي كومنت بديش تحط لي سبسكرايب بديش تشترك بالقناة بس المهم اني انا وصلت الفكرة وفيتك بالمعلومة وعطيتك معلومة صح اللي بترضي ربنا وبترضي ضميري طيب القسم الثاني بكون حكينا احنا عن حركة القمر والزوايا اذا في زوايا بتكون ايجابية او سلبية من القويات ايه برضو الخلو والمسار حركة الكواكب هاي وبعديها بيجي الجزء الثالث اللي احنا بنحكي تأثيرات القمر بالتوقعات الاسبوعية ماشي هاي وحدة اتنين ياريت انك تسمع برجك وتسمع طالعك يعني بتسمع البرج الشمسي تبعك وبتسمع الطالع تبعك اللي هو بتحكم او بعطيك الصفات الشخصية تاعتك لانه ممكن هاضي يعطيك صفات بتنطبق عليك وهذا بعززها بشكل اكثر فانت بتطلع بالتوقعاتك الشخصية ما بتعرف طالعك حاطلك روابط انا في صندوق الوصفة كيف تعرف طالعك وكيف تطلع طالعك وكيف تستخدم جدول لاستخراج طالعك بتعرفش الوقت في صفات كل الطوالع الصفات العامة شوف الصفة اللي بتناسبك بتعرف الساعة انت لحالك وبتستخرجها لحالك ما عرفت برضو اكتب يعني تاريخ ميلادك كامل يوم والشهر والسنة مع ساعة الميلاد مكان الولادة بتعليق في اشخاص موجودين بتدربوا او بتعلموا فهم بساعدوك في هذا الموضوع في اشخاص بقولك بلها المقدمة مقدمتك طويلة زهقتنا ادخل في الموضوع يا اخي في اشخاص موجودين بتعلموا في اشخاص بهمهم المقدمة في اشخاص بتسمع المقدمة في اشخاص بتسمع الفيديو من اوله لاخره ما بقدر انا ارضي ذوقك انت او اسلوبك انت او الاشي اللي برضيك انت وارفض الباقيين فعشان هيك انا بعطي حقي في الفيديو هذا او في التسجيل عشان ارضي الجميع فانت عادي يمشي الخط من تحت هيك بطلع لك كلمة برجك انت مكتوبة من عندها اسمع البرج تاعك اما انك انت بدك تغير او اغير على هواك لا اكتب رأيك بتعليق انت والله انا شفت فيه ناس كثير اتفعلت على الموضوع وحطت لايكات عليه او اي كلام حطت عليه بدهم الاسلوب هذا انا اتبعه على رأيي الاكثرية انا باخد ماشي عشان نكون متفقين من البداية انت شوي هيك عصبي ومزاجك حاد وما عجبك اسلوبي وحسيت اني انا دفش او فض بالكلام او كثير كلام او هاد عادي اكتب ليها في تعليق تحت وانا بستقبل انتقادك بشكل مؤدب ولكن اذا فيها مشتايم ومسبات وهاد لا راح استقبل كلامك باسلوب بليغ في كلامك بلكوا كل الاحترام والتقدير باعتذر عن شوية الشد هاي خلينا نروح على توقعاتنا ونشوف ايش اللي بدها تصير الحركة الفلكية خلال فترة هذا الاسبوع او العشر ايام اللي انا راح احكي فيها التوقعات طبعا القمر راح يتنقل على اكثر من برج خلال الفترة هاي فعنا من اليوم الخميس لغاية الفجر يوم السبت 25 الشهر القمر راح يكون موجود بالعذراء من فجر يوم السبت ولغاية صباح يوم الاثنين القمر بكون موجود في الميزان من صباح يوم الاثنين ولغاية صباح يوم الاربعاء بكون في العقرب من صباح يوم الاربعاء ولغاية ظهر يوم الجمعة بكون في القوس من ظهر يوم الجمعة وما بعد بكون موجود بالجدي طبعا بالنسبة لخلو المسار خلو المسار هاي فترة سلبية جدا بتصير دائما بانتقال القمر من برج لبرج يفضل فيها انه انت مدوم باي شيء مهم او ضروري او شراء اشياء مهمة بالنسبة للك او عقد او زواج او توقيع لخطوبة او زفاف او اشياء مهمة كلها لانها هاي الفترة بكون فترة خلو المسار هي فترة نحسة جدا بتأثر على هاي الاشياء دائما بنتائج سلبية بعد فترة فبالنسبة لخلو المسار اللي راح يكون او الفترات خلو المسار لكل انتقالات القمر بالفترة القادمة اول خلو المسار راح يكون يوم الجمعة اللي هو 24 الشهر راح يبدأ من الساعة 11 و 7 دقائق بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى تمام فجر يوم السبت 25 سبعة تمام الساعة 51 دقيقة بتوقيت جرينيج يعني صباحا اما بالنسبة لخلو المسار الثاني بيكون يوم الاثنين 27 الشهر بيبدأ من الساعة 1 و 8 دقائق فجرا بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى صباح يعني ساعات الصباح اللي هو الساعة 4 و 11 دقيقة بتوقيت جرينيج اما بالنسبة لخلو المسار الثالث راح يكون يوم الاربعاء 29 الشهر بيبدأ من ساعات الصباح ساعة 4 و دقيقة بتوقيت جرينيج وحتى ساعات صباح يعني برضو ساعات الصباح يعني المدة بسيطة جدا بالنسبة لخلو المسار اللي هي لساعة 7 و 24 دقيقة بتوقيت جرينيج طبعا بالنسبة لخلو المسار الرابع شوي هذا بده شوي التركيز للحساب من اخر ساعات يوم الخميس على الجمعة اللي هي عند منتصف الليل بيصير عندنا خلو المسار اللي هو الساعة 12 و 7 دقائق يعني اول دقائق من يوم الجمعة بعد منتصف الليل ورح يستمر طول يوم الجمعة لغاية الساعة 12 و 58 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج خلينا نروح على حركة الكواكب ونشوف حركة الكواكب لكل برج ايش راح تأثر علينا بالفترة القادمة او راح تركز الاهتمامات على ايش او بعطيك طاقة في ايش ايجابيا وسلبيا برج السرطان طبعا الشمس الان صارت موجودة في البيت الثاني لايلك فكت الزوايا هاي اللي كانت كلها المقابلة اللي كانت ضغطة عليك بالفترة الماضية السلبي كلها اللي كنت شعر فيها في الفترة الماضية بلشت تتلاشى شوي شوي ولكن اجمالا الاجواء اصبحت ايجابية وتدعمك في كثير من المواقف ممكن تحصد بعض الاشياء او المكاسب بالفترة هاي بشكل قوي جدا اتعوذ كل الضغوطات اللي كانت عليك بالفترة الماضية بالنسبة للشمس طبعا صارت موجودة بالاسد البيت الثاني وهو بيت المال فعشان هيك الفرص المالية بتصير جيدة ممكن عمل جديد او مشروع جديد او ثقة بالنفس عالية تدفعك للمغامرة في بعض الاشياء اللي يتحصل من خلالها مكاسب ممكن تسترد اموال لا اليك ممكن هبات مساعدات نوع من انواع الدعم وفي منك رح يحصل على هدايا بالفترة هاي اهم شي نكون تركزوا انه المصاريف لزيادة ما في الها داعي اما بالنسبة للبيت الاول فطبعا اعتارد موجود عندكم بدعمكم بقوة الان صارت الاشياء اوضح برضو قدرها على الاقناع عالية عندكم نشاط عالي جدا سرعة بديهة عالية صحيح انه في بعض الزوايا السلبية ولكن اجمالا انت مشحون بطاقة عالية جدا حاب انك انت تعوض كل الاشياء اللي راحت عليك بالفترة الماضية بالنسبة للزهرة بدعمك على مستوى بيت المتاعب فهو يا بيجيب لك عمل بشكل مفاجئ يا اما بتنقبل على عمل بشكل مفاجئ يا بتنجز ملفات كان صعب انك تنجزها بالفترة الماضية وبرضو بدعمك على مستوى اللي علاقة بالصحة يعني ممكن توجع او تندب على الارض او تتعرقل على الارض او يكون اللي بيشوفك يقول اكيد صار فيه كسر عنده ولكن بلطف لا تدوم ولا كأنه فيه اي شي تكون كدمات بسيطة ممكن تمرض مرضى كبيرة فتلاقي حالك انك ضبط منها ولا كأنه فيه اي شي يعني كأنه فيه شي بساعدك بالخفاء وهي قدرة الهية اكيد هي اللي بتنشلك من كثير من المصاعب اما بالنسبة للمريخ الموجود في البيت العاشر فهو بيت السمعة يعني بدفعك في بعض الاوقات للاندفاع او للتهور في بعض المسائل اما بمشاحنات مع زملائك بالعمل او رؤسائك بالعمل او بتحاول انك تسيطر على بعض الاشخاص في مكان العمل تفرض سلطتك عليهم وهي ممكن انه تعمل بعض الخلافات او النقاشات الحادة او المشاكل وبرضو تدفعك لنوع من انواع التهور والاندفاع حول مسائل الها علاقة بامور مغامرة او مجازفة او مخالفة قوانين وهي اي شيء له علاقة بتشويه السمعة حاول انك تبعد عنه بالفترة اما بالنسبة الى البيت السابع اللي هو الجدي فطبعا القمر موجود هنا الكواكب هاي كلها بتكون موجودة مقابلك اللي هي زحل المشتري بلوتو اللي بيتراجعوا فهدولا بعملوا نوع من انواع التقلب والحدية في الطباع في بعض الاوقات اثناء تعاملك مع الشريك او الزوج شريك المال او العاطفي اللي هم الازواج فبتحتدوا وبتعصبوا بتكبر الخلافات او النقاشات بالفترة هاي فحاولوا قدر الامكان انك تكونوا متفاهمين للوضع انه فيه تأثيرات كواكب سلبية فهاي ممكن انها تطور مشكلة او تكبر الخلاف او العلاقات المهزوزة ممكن توصل لمرحلة الانفصال اما بالنسبة لنبتن فنبتن موجود في البيت التاسع فهو اللي بيعمل نوع من انواع الخوف من الامتحانات او من الدراسة او من المواجهات او من المراسلات ممكن تقلق او تشك في بعض الاشخاص خارج البلاد او بعلاقة مع شخص من خارج البلاد ممكن تتوتر في بعض المسائل العلمية او الدراسية اتهاب من امتحان او مناقشة او هاد بقولك ما اتهاب نبتن هو وظيفته يخوفك بالفترة هاي لانه بتراجع ما تخلي الشكوك هاي تسيطر عليك بالعكس يعني حاول انك تتحرك وحاول انك تدرس الاشياء بشكل ايجابي وعقلاني وتكون جاهز عشان تكون النتيجة لصالحك اما بالنسبة ل اورانوس طبعا اورانوس موجود في بيتك 11 بيت الاصدقاء فعشان هيك هو بتعامل بشكل مفاجئ ايجابي او سلبي اما يعني دعوي لحضور حفلي بشكل مفاجئ مناسبة بشكل مفاجئ اي علاقة اصدقاء جديدة بتصير بشكل مفاجئ او بتنقطع العلاقات بشكل مفاجئ فعشان هيك بدك تكون حذر من تقلبات اورانوس وزوايا اللي ممكن يشكلها خلال الاسبوع فتابع الابراج اليومية وبتعرف انت بالتفاصيل هاي الامور اما بالنسبة لتوقعات الاسبوعية وحركة القمر من اليوم الخميس وحتى فجر يوم السبت القمر بيكون موجود بالعذراء فعشان هيك بتكونوا اكثر وعي على الطرقات خاصة في السفر داخل المدن ما تدخلوا او تدخلوا في نقاش حاد وما تدخلوا بشؤون احد وخصوصا اخوتكو او جيرانكو ممكن يكون في الكتعاون معاهم ما هاي الفترة بتسجل لقاء مهم او اتصالات مفيدة بتجري ابحاث ومفاوضات ناجحة بتقوم بزيارة او بتلاحق عمل ملح وضروري خلال هاي الفترة او الفترة يعني كلها تواجد القمر لما بيكون بالعذراء من فجر يوم السبت وحتى صباح يوم الاثنين القمر بيكون موجود في الميزان بتحتل الامور البيتية القصة الاكبر من تفكيركم ووسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع افراد العائلة اتجنب توبيخ الاحباء او لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية او شخصية واجه الامر الواقع بمنطق وحاول ايجاد تسويات تحمي حقوقك لا تفرض رأيك فترة مناسبة للسفر والاستثمار من صباح يوم الاثنين وحتى صباح يوم الاربعاء القمر بصير موجود بالعقرب فعشان هيك بتجتازوا فترة يعني فيها نوع من انواع الايجابية تبعث على البهج والانشراح ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا ممكن تنجح في مفاوضات وتحقق اعمالك تقدم واضح خصص وقصص وقت لعائلتك انت مشحون بالحيوية والحماسة لمتابعة مسائلك وللتواصل مع المحيط من صباح يوم الاربعاء وحتى ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود بالقوس فعشان هيك يحاولوا انك تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك بتنتبهوا لغذائكم وراحتكم بدك تكون منظم وحاول انك تحسن ادارة عملك وحاذر من الجدال مع المعاونين وما تهمل صحتك وما تأجل ولا تماطل عملك حتى لو اضطررت للعمل لساعات اضافية من ظهر يوم الجمعة بصير القمر موجود بالجدي مقابلكم تماما فبينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل او العاطفي يعني ما بين الازواج فترة مناسب للقيام بعمل مشترك الاجواء ممكن تكون متوترة حاول انك تركز بشكل جيد وما ترتجل هاي الاجواء ضاغطة نسبيا والمسؤوليات كبيرة حاول ان تهدئ من روعك وما تنفعل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء